نفذت قيادة عمليات صلاح الدين والقوات الملحقة بها من الشرطة والحج عملية استباقية لتطهير المنطقة الممتدة من جسر الزرقى باتجاه وادي الشاي وحتى سد العظيمة والتي حققت نتائج متميزة منها تفجير عبوات ناسفة وتدمير أوكار للإرهابين بشرة قيادة عمليات صلاح الدين والقوات الملحقة بها المتمثلة في الواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والفوج الثاني الواء المشاعة 66 والفوج السواف قيادة شرطة صلاح الدين والواء 22 الحجد الشعبي محمر شرق دجلة بتطهير أكمال صفحة ثانية تطهير سسل الجبال الحملية الممتدة من جسر الزرقى باتجاه سد العظيم حقيقة كانت النتائج جيدة جدا تم تدمير ورفع أكثر من 17 عبوة ناسفة على طول محور التقدم تنظيف المنطقة تم تدمير 6 مظافات للعدو كان يستخدمها العدو في هذه المناطق النائية حقيقة اللي هي باتجاه وادي الشاي ونهر الشاي باتجاه سد العظيم يقوم لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة به بواجب تفتيش منطقة الزرقى وسد العظيم لغرض فرض الأمن والأمان في المنطقة المذكورة لدنا وكذلك يعتبر لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين القوة الضاربة للقيادة ويشترك في جميع الواجبات التي تناط به من قبل الغيادة باشتراك مع القوات الأمنية المتمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين اللواء المغاوير التابع للقيادة وإسناد لواء 22 لهذا اللواء المبارك ونكون عون لهم إن شاء الله في التقدم وفي تفتيش المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر